صحة وسعادة نتمنى أن يكون هذا اليوم يوما مليئا بالتفاؤل والإنجازات التي إن شاء الله سوف تتحقق بالجهد والمثابرة من قبل الجميع أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي هذه الإذاعة المميزة التي غالبا ما تطرح مختلف البرامج الاجتماعية والتي تعطينا المزيد من المعلومات حول مختلف جوانب الحياة نحن في برنامج صحة وسعادة حقيقة ارتأينا من خلال هذا البرنامج أن نفتح نافذة جديدة وبوابة جديدة لاستقبال آرائكم ومقترحاتكم وملاحظاتكم حول القطاع الصحي في إمارة دبي وكل ما يختص بالمواضيع الطبية التي نحاول أن نضعها تحت المجهر من خلال هذا البرنامج فهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي من التقديم ومن الإخراج الأستاذ محمد الصفار وتحيات قسم الإعلام بإدارة التسويق والإتصال المؤسسي الذين يساهمون بشكل كبير حقيقة في إعداد هذا البرنامج مثل ما عودناكم دائما في بداية هذه الحلقة نحن نستطلع معاكم بعض الأخبار التي تطالعنا بها الصحف المحلية أو وكالات الأنباء اليوم عندي خبرين الخبر الأول يقول الصحة الدولة خالية من زيكا حيث أكد الدكتور إحسين عبد الرحمن وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد للمراكز والعيادات أن الوزارة تتابع موضوع زيكا على مدار ساعة مع منظمة الصحة العالمية ومركز مراقبة الأمراض في الولايات المتحدة لافتا إلى أن الوزارة طالبت بتشديد الرقابة على منافذ الدولة البرية والبحرية والجوية مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالة مشبوهة وقال الدكتور إحسين عبد الرحمن أن الدولة ما زالت خالية من المرض وخالية من البعوض المسببة مؤكدا على ضرورة تعقيم الطائرات بشكل جيد وهو إجراء طبعا تتخذ جميع المنافذ الجوية عندنا وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية لم تطلب من الدول الأعظام في المنظمة بالطلب من رعاياها بعدم السفر إلى المناطق التي ينتشر فيها المرض وإنما طالبت باتخاذ المسافرين لبعض الإجراءات الاحترازية ومنها محاولة تجنب لساعات البعوض واستخدام المواد الطاردة للبعوض وارتداء الملابس البيضاء وغيرها ونصحت مديرة منظمة الصحة الدولية مارغريت شان النساء الحوامل بإعادة النظر في أي سفر إلى المناطق المتضررة واستشارة الأطباء إذا كنا يعشنا في مناطق تضررت بفيروس زيكا فضلا عن حماية أنفسهن من لساعات البعوض باستخدام مواد طاردة له وترتبط حقيقة الإصابة بعدوى الفيروس بألاف الحالات من ولادات الأطفال بأدمغة غير مكتملة التطور الخبر الثاني يعني كذلك من وزارة الصحة حيث صرح وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع الدكتور أمين إحسين الأميري أن الوزارة طلبت سحب تشغيلين من المستحضر الدوائي أدفل بناء على طلب الشركة المصنعة بفيروس مؤكدا وجود بداء العلاجية يمكن لجوء إليها مشيرا إلى حرص الوزارة على صحة وسلامة الناس وعلى التواصل تواصل لجنة اليقظ الدوائية مع الشركات الدوائية العالمية وعلى سرعة استجابتها طبعا هذا جاء في تعميم تم نشره بالأمس وذلك حسب بيان صحفي أصدرت الوزارة وقال الدكتور الأميري نلفت انتباه المخاطبين بأن الشركة المصنعة قد أصدرت قرارا بوقف تشغيل بعض التشغيلات من المنتج اللي ذكرناه سابقا وذلك لأن دراسة بيّنت عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة للمنتج إذ أن المادة المستهدمة من المصدر المذكور قد تسبب في تغيير لزوجة المستحضر قبل مدة انتهاء صلاحية المنتج عموما ممكن تطلعون على تفاصيل هذا الخبر وأيضا اللي حاب كذلك يستفسر عن المزيد من المعلومات في هذا المجال إذا حدث في حال حدوث أي عراض جانبية في استمارة ممكن يمليها استمارة خاصة بالأثار الجانبية للدواء والمتوفرة على الموقع الإلكتروني للشركة وللوزارة أيضا ممكن عبر برنامج طمني اللي طلعت الوزارة أو تقدرون تتصلون على الهاتف هذا بالنسبة للمستحضر اللي سحبة الوزارة من شركة أدفل أو من دواء أدفل نعود حقيقة إلى موضوعنا اليوم اللي هو حقيقة ما نفتح فيه الملف الطبي تأسس مركز دبي للتبرع بالدم في مارس عام 1986 ليقوم بعملية جمع وفحص وحدات الدم وتوزيع على المحتاجين من المرضى في مختلف المستشفيات الحكومية والخاصة وفقا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال التي تضمن أعلى درجات المأمونية لهذه المادة كما قدم خلال السنوات الماضية خدمات إنسانية جليلة ساهمت في إنقاذ حياة الآلاف من المرضى وحقق إنجازات عالمية عززت من موقعه كمركز متميز في تقديم خدمات ذات جودة عالية حازت على ثقة المتعاملين من خلال حصوله على اعتماد عالمي من الجمعية الأمريكية لبنوك الدم أيضا تمكن المركز خلال السنوات القليلة الماضية من تعزيز وزرع تقافة التبرع التطوعي بالدم لدى أفراد المجتمع لتصل إلى نسب كاملة 100% إذن مركز دبي للتبرع بالدم المهام والمسؤوليات الخدمات والإنجازات الرؤى والتطلعات هي محاول رئيسية نناقشها اليوم مع ضيفتنا في الستوديو الدكتورة مي ياسين رؤوف رئيس مركز دبي للتبرع بالدم مستشارة منظمة الصحة العالمية في سلامة نقل الدم طبعا نحن اللي حاب يتابعنا كذلك موجودين على برنامج البريسكو بالصوت والصورة نستقبل مداخلاتكم عبر البرنامج وأيضا عبر الأرقام اللي تعرفون اللي هي يا شاء الله معانا أول شيء في برنامج صحة وسعادة أثنين دكتورة نبغي فكرة عامة عن الخدمات اللي تقدم في مركز دبي للتبرع بالدم صباح الخير يقوم مركز دبي للتبرع بالدم بمجموعة من الخدمات من ضمن الخدمات الرئيسية طبعا سحب الدم من المتبرعين بالدم الطوعيين وذلك وفقا للمعايير العالمية التي تضمن سلامة وراحة المتبرع بالدم كما يقوم المركز بتوفير وحدات الدم ومكوناته إلى عدد كبير من المستشفيات لتلبية حاجة المرضى المحتاجين ويحرص المركز باعتماد المعايير العالمية التي تضمن سلامة ومأمونية وحدات الدم المصروفة للمرضى بالإضافة إلى ذلك من ضمن الخدمات الرئيسية هي تقديم الخدمات الاستشارية للمتبرعين بالدم وتقديم المشورة الطبية من قبل كادر طبي متخصص ومدرب تدريب جيد جدا بالإضافة لهذا من خلال حملات التبرع بالدم وخلال تنسيق عدد كبير من الفعاليات مع جهات مختلفة يتم تثقيف وتوعية الجمهور حول أهمية التبرع بالدم وفوائد التبرع بالدم وطبعاً من خلال هذا يحرص المركز على ازدياد عدد المتبرعين بالدم الطبعيين لتلبية الحاجة المتزايدة للدم ومكوناته طيب دكتورة تبرع بالدم هو إجراء طبي يكمن في نقل دم من شخص سليم معافة طوعاً إلى شخص مريض يحتاج إلى الدم هني أتساءل من هي الجهات المستفيدة من خدمات المركز طبعاً الدم ومكوناته يصرف للمرضى بناء على أمر من الطبيب المعالج يقوم المركز بصرف الدم ومكوناته إلى جميع مستشفيات هيئة الصحة في دبي بالإضافة إلى هذا يصرف الدم إلى مستشفيات القطاع الخاص واللي يبلغ عددها إلى تاريخ اليوم 39 مستشفى خاص معظمها في إمارة دبي ولكن أيضاً مستشفيات الثانية الموجودة في الإمارات الأخرى فيحتمدون طبعاً اعتماد رئيسي 39 مستشفى خاص بالإضافة إلى المستشفيات الحكومية في هيئة الصحة في دبي على مركز دبي لأنه المركز الرئيسي للتبرأ بالدم أنا باخد تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع دكتورة لكن هني بتكلم عن أن هذا الدم اللي يتم التبرأ به يستخدم في عمليات نقل الدم أو تصنيع الأدوية إن صح التعبير ما أدري إذا كان الموضوع سليم ولا لا كيف ممكن الدم يساهم في تصنيع الأدوية وذلك عن طريق عملية تسمى التجزيع فما هي هذه العملية؟ هو طبعاً الدم اللي يسحب من المتبرأين حالياً داخل دولة الإمارات في جميع بنوق الدم ويستخدم لعلاج المرضى بس المتبرأ يتبرأ بالدم كامل لكن يتم تحضير مكونات من الدم من الدم الكامل لأنه لا يستخدم كدم كامل للمرضى فمن يتبرأ المتبرأ بوحدة دم كاملة وحقيقة لحيساهم في إنقاذ حياة ممكن يكون أربع أشخاص لأنه من الدم الكامل ممكن تحضير وحدة دم كريات دم حمرة مركزة تصرف للمرضى مثلاً اللي يعانون من فقر الدم كذلك يتم استخراج صفائح دموية مركزة في بعض مراكز التبرأ بالدم اللي تساهم في إنقاذ حياة المرضى اللي يعانون من النزيف وهناك طبعاً مكون آخر اللي هو راسب البلازمة الدم الطازجة اللي تستخدم لبعض حالات الحروق والفقد السوائل وكذلك في منتج رابع اللي هو الراسب القري اللي يحتوي على عوامل تخثر مثل عامل التخثر رقم 8 وتسعة وتستخدم للمرضى اللي يعانون من النقص هذا طبعاً إجراء روتيني يجرى في جميع بنوك الدم داخل الدولة بس اللي ذكرت حضرتك إنه تحضير أدوية هذا طبعاً مشروع يتم دراستها حالياً من قبل وزارة الصحة والهيئات الصحية في داخل دورة الإمارات نأمل إن شاء الله قريباً إنه يتم تصنيع أدوية من بلازمة الدم البشري هناك كثير من الدراسات والعروض اللي تم دراستها يحتاج هذا المشروع إلى كميات كبيرة من البلازمة فإن شاء الله في المستقبل القريب يكون هذا يعني واقع في دولة الإمارات بإذنه تعالى جميل دكتور أنا بطلع فاصل وبرجع بعد الفاصل إن شاء الله بتناول المواضيع حبة حبة من خلال قبل إجراء عملية التبرع والخطوات اللي نمشي فيها سواء باختبارات الدم وبعد إجراء عملية التبرع شو اللي يصير فمناخذ هذا الموضوع بالتفصيل وأيضاً بنتعرف أكثر على بعض الجوانب الأخرى التي يتميز بها مركز التبرع بالدم التابع لهيئة الصحة بدبي يعني بظلين معانا إن شاء الله لنهاية الحلقة عموماً مستمعين نحن متواصلين معاكم اللي حاب يتداخل معنا في هذا اللقاء يمكن أنه يتواصل معانا عن طريق الرسالة النصية 4006 أو عن طريق الاتصال على الرقم 600551414 أيضاً قبل أن أطلع فاصل الدكتورة بس أعتقد عندكم الآن حملة تحاولون تجمعون فيها أو تحاولون أنكم ترسلون رسائل معينة للجمهور بالنسبة للتوجه والتبرع بالدم نعم اليوم إحنا في عدنا حالات بعض الحالات الطريقة في المستشفيات فنتوجه بطلب المتبرعين بالدم طبعاً من مختلف الفصائل لكن بصورة مركزة على صنف دم الأو موجب والأو سالب للتبرع بالدم وذلك لوجود بعض الحالات الطريقة فهناك حاجة لهذه الأصناف من الدم نعم إذن مستمعين نحن نتمنى من كل شخص يسمعنا أو قادر على التبرع وما نخبركم شو هي المواصفات اللي نحن نحتاجها في الشخص اللي حاب يتبرع أن يتوجه إلى مستشفى لطيفة في حرم مستشفى لطيفة يتواجد مركز دبي للتبرع بالدم هناك فيه الناس موجودين وممكن أنهم يتبرعون بالدم حتى الساعة السابعة مساء من الساعة سبعة ونص لين الساعة سبعة مساء 12 ساعة فشوفوا الوقت اللي ناصبكم ونتمنى أنكم أنتم تتوجهون إلى المركز إذا هذه دعوة نقدمها لكم جميعا فنرجو منكم التوجه إلى مركز دبي للتبرع بالدم نحن نفاصل وما نرجع لكم أن نستكمل الحديث في هذا المجال صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في هذا الجزء من حلقة اليوم من برنامج صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي دكتورة مي ياسين كانت معنا قبل الفاصل ونحن اليوم في الملف الطبي نطرح موضوع التبرع بالدم دكتورة مي هي مستشارة منظمة الصحة العالمية في سلامة نقل الدم ومديرة مركز دبي للتبرع بالدم دكتورة كنا نتحدث حقيقة عن الخدمات التي يقدمها المركز وأيضا الجهات المستفيدة من الخدمات التي تقدمها المركز أو يقدمها المركز أيضا دكتورة توجهنا بدعوة للجمهور بالتوجه إلى مركز دبي للتبرع بالدم المتواجد في حرم مستشفى لطيفة لحاجة المركز لبعض الفصائل لكل الفصائل حقيقة ولكن التركيز على فصائل الدم أو سواء الموجبة أو السالبة عموما هذه دعوة لكم المركز يفتح بوابه من الساعة السابعة والنصف وحتى السابعة مساء أي وقت ممكن تتواصلون مع الإخوان في المركز وتتبرعون بالدم الآن دكتورة ما نتحدث عن الكشف الطبي على المخاطر الصحية التي يمكن أن تجعل عملية التبرع آمنة أم غير آمنة لمستلم هذه التبرعات بالنسبة للمريض أم للنسبة المتبرع؟ للاثنين طبعا المركز يحرص على الاستناد للمعايير العالمية لتضمن سلامة المتبرع بالدم أثناء وبعد التبرع بالدم فهناك طبعا شروط للتبرع بالدم ويتم مقابلة المتبرع بالدم وهناك بعض الأسئلة عن التاريخ المرضي للمتبرع وبعض الفحوصات الطبية التي تجعل بسيطة مثل فحص خضاء بالدم اللي يعني هو نسبة الهيموغلوبين بالدم بالإضافة إلى قاس درجة حرارته وفحص طبي لضغط الدم للتأكد أن الحالة الصحية للمتبرع تسمح له بالتبرع بالدم بدون أن يكون أي ضرر عليه بالإضافة طبعا المركز بنوك الدم داخل الدولة وخصوصا مركز دبي للتبرع بالدم يتبع جميع الإجراءات التي تحرص على سلامة المتبرع بالدم فطبعا جميع الأبر وجميع المواد التي تستخدم هي تستخدم لمرة واحدة وكلها مؤقمة فما في قلق أنه ممكن المتبرع يصاب بمرض من خلال التبرع بالدم بالنسبة للمريض متلقي الدم فهناك سلسلة طويلة من الإجراءات والفحوصات الدقيقة وبحمد الله وشكر أنه دولة الإمارات مصنفة من أفضل خمس دول في العالم وذلك طبعا من قبل منظمة الصحة العالمية في عام 2010 التي تضمن سلامة نقل الدم وذلك من خلال استخدام طبعا التقنيات الحديثة في فحص عينات الدم فعندما يتبرع المتبرع بالدم عينات من كيس الدم تأخذ إلى المختبرات المتخصصة داخل المركز ويتم فحصها بالنسبة لصنف الدم والأجسام المضادة لكرات الدم الحمراء بالإضافة لأنها فحوصات جدا دقيقة للكشف عن الفيروسات والأمراض التي تنتقل عن طريق نقل الدم بالإضافة لأنه المركز طبعا يتبع كل ما يصدر عن جمعية بنوك الدم الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية للحد من انتشار الأمراض التي سارية مثلا الحين بالنسبة إلى زيكا فيروس فمركز دبي للتبرع بالدم كان سباق في اتباع أجراءات جمعية بنوك الدم الأمريكية بتثقيف العاملين فيه عن أعراض المرض المسبباته وتم وضع بعض الإجراءات لمنع انتشاره بالنسبة للناس اللي جايين من المناطق المهبوئة بالمرض طيب دكتور أنت ذكرتك لهذه المعلومات عن المركز لكن هنا أنا أريد ما أدري إذا تحضر بعض الأرقام عن الأرقام اللي صارت في 2015 عدد عينات الدم اللي تم جمعها خلال العام الماضي وتعطينا فكرة عن نسب توزيع هذه العينات ومنوك المستفيد الأكبر من هذه العينات نعم طبعا القطاع الصحي في دولة الإمارات في توسع مستمر وطبعا من تتوسع الخدمات الصحية خصوصا مثلا عمليات القلب المفتوح المراكز الخاصة بالتعامل مع الأمراض السرطانية مثل اللوكيميا وبعض الأمراض اللي تحتاج إلى نقل دم متزايد فهناك الزيادة على طلب الدم فلذلك مركز دبي للتبرأ بالدم يقوم بسحب الدم من المتبرعين وطبعا الزيادة السنوية تبلغ تقريبا 10% ففي عام 2015 تم سحب 48296 واحدة الدم من المتبرعين بالدم الطوعية كما تم سحب 5149 من الصفائح الدموية التي تسحب بنظام معين يسمى نظام الأفريسس اللي هو ينسحب الدم من المتبرع بالدم من استخدام جهاز معين ويتم سحب الصفائح الدموية في كيس خاص ويرجع الدم الباقي إلى المتبرع طبعا صفائح الدموية بس حتى المستمعين يكون عندهم علم تسيق واحدة من خلايا الدم التي تستخدم لعلاج حالات النزيف فالتزايد في سحب وحدات الدم مستمر ولكن طبعا الطلب في تزايد أكبر بسبب التوسعات في المستشفيات بالنسبة لتوزيع الوحدات الدموية بالنسبة للمركز فطبعا 38% من وحدات الدم المسحوبة سنويا يذهب إلى مركز الثلاثيمية لأن الاستخدام الأكبر هو لهذا المركز فمرضى الثلاثيمية بحاجة إلى نقل دم مستمر فالاستخدام الأكبر لمركز الثلاثيمية في دبي بعد هذا مستشفى دبي بنسبة 19% ومستشفى راشد 18% بالنسبة للقطاع الخاص وهي المستشفيات الخاصة فيتم صرف إلى 15% من الوحدات الدموية المسحوبة سنويا وكما ذكرنا بالبداية أنه يقوم المركز بصرف الدم إلى 39 مستشفى خاص حاليا هي في تزايد مستمر أما بالنسبة إلى مستشفى لطيفة فتقريبا 8% من وحدات الدم المسحوبة يذهب إلى مستشفى لطيفة فهناك تزايد كبير على طلب الدم ومكوناته ويسعى المركز بدعم طبعا من الإدارة العليا على زيادة عدد حافلات الدم اللي من شأنها تزيد من عدد الوحدات الدموية المسحوبة وإسناد المركز بطاقم فني حتى نقدر نوفي ونزود لجميع المستشفيات بكميات المطلوبة من الدم طيب دكتورة أنا بتطرق إلى موضوع مركز الثلاسيمية وأيضا إن شاء الله بتكون عندنا مداخلة مع أحد الأطباء في هذا المركز ننتظر بس المداخلة تتحول علينا لكن أثناء هذا دكتورة أنا أبغي أتحدث عن حقيقة بعض الأمور الخاصة بفوائد التبرع بالدم نعم طبعا هناك فوائد كثيرة للتبرع بالدم خصوصا التبرع بالدم المنتظم يعني المتبرعين اللي يتبرعون بصورة دورية يكون هذا جزء من لايف ستايل عندهم فالتبرع بالدم طبعا بعد أنه طبعا يساهمون بإنقاذ حياة المرضى بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى وهذا عمل إنساني جليل يساهم التبرع بالدم المنتظم إلى تقليل حالة الإصابة بالجلطات الدماغية وجلطات القلب ويساعد على تنشيط نخاع العظم في الجسم لإنتاج خلايا جديدة تكون نشطة بالنسبة للي يكون عندهم نسبة عالية من الحديد ونسبة خضاب دم عالية فطبعا التبرع بالدم المنتظم يساهم في تقليل من نسبة كثافة الدم وهو طبعا يعود بالصحة على المتبرعين بالدم نعم دكتور أنا ما أدري في عندنا وقت ولا نطلع فاصل فاصل طيب فاصل وما نرجع دكتور ما نستكمل هذا الحديث وبيكون معانا بعد الفاصل إن شاء الله الدكتور عصامة ظهيرة خصائي أمراض الدم ومنسق مركز دبي للثلاسيمية في مداخلة للحديث عن الجوانب الأخرى التي ذكرناها بالنسبة للتبرع لمرضى الثلاسيمية فاصل المستمعين وما نرجع لكم صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحييكم مرة أخرى مستمعين الكرام في برنامج صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي عبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي كنا قبل الفاصل مستمعين نتحدث مع ضيفتنا في الستوديو دكتورة مياسين رئيس مركز دبي للتبرع بالدم وستشارة منظمة الصحة العالمية في سلامة نقل الدم حول بعض المواضيع الخاصة بالتبرع بالدم وأيضا كانت هناك دعوة من المركز مركز دبي للتبرع بالدم يدعوكم للمساهمة في التبرع بالدم وإنقاذ حياة المحتاجين من المرضى وخاصة للفئات التي تملك الأو بلاس أو الأو ماينس يمكنهم التوجه للتبرع بالدم سواء عن طريق الحملات المتنقلة للمركز أو حتى من خلال التوجه إلى مركز دبي تبرع بالدم المتواجد في حرم مستشفى لطيفة من الساعة السبعة إلى سبع ونصف صباحا حتى السابعة مساء المركز يفتح بوابه لكم مستمعين للتوجه والتبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ حياة المحتاجين من المرضى قبل الفاصل دكتورة كنت تتحدثين عن الأماكن التي أو المستفيدين من التبرعات بالدم وذكرتي من بين المستفيدين مركز الثلاثيمية هنا اسمحيلي دكتور أنا بس بس أضيف معايا دكتور عصام ظهيرة خصايا مراض الدم ومنسق مركز دبي للثلاثيمية دكتور مرحبا دكتور عصام أيها معك يا أهلا دكتور ما نتحدث عن أهمية التبرع بالدم لمرض الثلاثيمية والفترة الزمنية التي يتم خلالها استبدال الدم للمريض يعني كيف هي الدورة الخاصة بالاستفادة من التبرعات بالدم لمرض الثلاثيمية أحذر هو أنه أحييك على هذا البرنامج وأحيي ضيفتك الكريمة ووجودة لأنه أهمية مركز التبرع بالدم لمركز الثلاثيمية أنت عارف هو البورد الوحيد للدم لمركز الثلاثيمية في دبي اللي يعتبر يعالج أكبر عدد في مراكز الثلاثيمية على مستوى العالم لمرض الثلاثيمية نعم كل ثلاث أسابيع نقل دم كريات دم حمراء مركزة أخذها من متبرع ولازم تكون فرش شوف الصعوبة يعني لازم تكون عمرها لا يزيد عن خمسة أيام أنه يتبرع بالدم فإذا أنا بحط مركز التبرع بالدم تحت ضغط هائل بأنه أنا محتاج دم من فصائل معينة وممكن تكون فصائل مش بس A و B و O لا ممكن يكون حتى السابق أو الفصائل الصغرى المضادات فمحتاجين متبرعين بعينهم أنه يكونوا يعني ما يعملوا ردة فعل مريض الثلاثيمية ومحتاج الكمية أيش اللي متطوب مني يعني مركزة تبرع الدم أنا محتاج منك توفر لي يوميا بين 80 إلى 100 واحد الدم كل طلعة شمس أنا محتاجها عشان أعطي استمرارية لحياة مرضى ثلاثيمية وخليهم يعيشوا حياتهم الطبيعية إذن أنت ضخامة الموضوع أكبر مما تتخيل محتاج مية متبرع كل يوم محتاج أن يكون عندهم فصائل دم مميزة ففيه برامج كتير بينه وبين مركزة تبرع بالدم الحمد لله عشان انسهخل العملية الأزمات اللي كانت بيصير أحيانا فيه عندها فيه مناسبات معينة بيصين فيه عنده نقص فيه الدم لكن الحمد لله جهودهم من أروع ما يمكن ودولة الإمارات ما شاء الله عليهم حتى بعد التغير اللي صار في السنوات الأخيرة من التبرع كآلية التبرع بالدم مدفوعة ماديا اليوم صار في السنوات الطويلة تبرع طوعي ولم يتأثر حد المتبرعي طيب دكتور حقيقة يعني أنا بعد أبغي أوضح شغلة أن مركز الثلاثيمية لا يبعد سوى عدة أمتار من مركز التبرع بالدم المتواجد في حرم مستشفى لطيفة دكتور كلمة ترغب أن توجهها لأفراد المجتمع كل ما نحتاج كل أي شخص عادي إنسان يعيش في هذا على هذه الأرض ممكن يكون يحتاج يومنا دم هو أو قريب أو عزيز له في لحظة من اللحظات فعمليات التبرع بالدم هذي فلسفة حياة أو نمط حياتي لازم يكون ندرب نفسنا عليه وندرب حتى عيالنا وقريبنا وأهلنا إنه هذا زي ما فضلت دكتورة مايك إنه بيفيد المتبرع جداً الشيء الثاني إنه المتبرع كيس الدم المتبرع هذا ممكن ينقذ حياة أكتر من أربع أو خمس أشخاص الصفايح الفاكتورز اللي هي بتاعت الأمراض الأخرى الكريات الدم الحمرة إذن في عندي أكتر من شيء أنا بطلع من كيس الدم الواحد فدائماً فكروا إنه التبرع بالدم مفيد للمتبرع أكتر بكتير من اللي بتتبرع له بالدم لكن في نفس الوقت أنت بتتبرع بعضوك من جسمك عضو فلذلك هي التبرع الطوعي للأعضاء فالعضو هذا من جسمك اللي هو أغلى شيء أغلى من كل فلوس أغلى من شيء في اللي إنسان ممكن يقدمه اللي هو عضو من جسمه فأرجو إنه للمحافظة على مستوى حياة مرضى ثلاثينة على أقل من وجهة نظري في مركز ثلاثينة مرضى ثلاثينة في دولة الإمارات أسعد مرضى ثلاثينة في العالم لأنهم الدولة وحكومة دبي وهي تصحة وفرت لهم أرقى مستويات الخدمة اللي ممكن تتخيلها لمريضة ثلاثينة اللي حافظت على نموه وانتجيته وصاروا منتجين في هذا المجتمع وانتجيته مجنينة جداً بفضل دعم المجتمع والناس في التبرع بالدم نعم إذن هو تحصيل للأجر وعمل بقوله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً دكتور عصام غير خصائي أمراض الدم ومنسق مركز دبي للتلاسيم نحن نشكري لك هذه المداخلة ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله شكراً جزيلاً لك دكتور دكتورة يعني قبل لا أتحدث عن التقنيات المستخدمة لتقديم أفضل جودة للوحدات المطلوبة هنا أبغي توجه عن يا ترى هل وصل العلم لوجود بديل لدم الإنسان يعني فيه دم صناعي ممكن الواحد يستعين به أو يستخدمه في بعض الحالات اللي الواحد ممكن يوصل لها في عمليات النقص في منسوب أو مخزون الدم لحد الآن لا يوجد بديل لدم الإنسان وهناك كثير من الأبحاث في مختلف دول العالم لإنتاج الدم الصناعي لكن لحد الآن لم يتم طرحة أو اعتمادة من قبل جمعية من قبل الـ FDA اللي هي هيئة الدواء والغذاء الأمريكية أو الهيئات الموجودة في أوروبا فمن هذا طبعاً نتوجه لجميع الجمهور أنه ما فيه بديل لدم الإنسان ولا يمكن لأي دولة أن تشتري دم من الخارج لأن مختلف دول العالم طبعاً من ضمنها دولة الإمارات تمنع استيراد الدم وذلك طبعاً لضمان سلامة الدم المنقول للمرضى فالمصدر الوحيد هو الإنسان وطبعاً مثل ما ذكرنا أنه نفتخر في دولة الإمارات أنه تبرع بالدم طوعي لأن هذا حسب يعني معايير منظمة الصحة العالمية هو الدم الأسلم هو الدم اللي يأتي من متبرعين بالدم طوعيين بالضبط الدم البشري مثله مثل أي عضو من أعضاء الجسم حقيقة لا يمكن تعويضه إلا بواسطة الجسم نفسه وتعقيب على كلام جدكتورة أن الإنسان هو المصدر الوحيد للدم من هنا يأتي التبرع بالدم كعمل إنساني نبيل هذا العمل اللي حقيقة يعني الواحد من الفوائد اللي ممكن يحصلها على جسمه نتيجة هذا التبرع أيضاً هناك فوائد نفسية تدخل على داخل في نفس الإنسان تحسسه بأنه بالفعل هو قاعد يقدم خدمة جليلة لنفسه وللمجتمع طيب دكتورة ما نرجع الآن ما نتكلم عن أنا سألتك عن التقنيات المستخدمة لتقديم أفضل جودة للوحدات المطلوبة عندكم نعم تعقيباً على دكتور كلام الدكتورة إصام طبعاً دولة الإمارات بحكومتها الرشيدة الحمد لله وفرت أفضل وحدات دم من حيث الجودة لأنه مثلاً إحنا منذ عام 2002 الإمارات كانت من ضمن أول عشر دول في العالم تدخل تقنية المرشحات لإزالة كريات الدم البيضاء في وحدات الدم الحين كيس الدم اللي نستعمله في مرشحها مثل الفلتر يسحب كل كريات الدم البيضاء وهذه من أهميتها طبعاً هذه أكياس الدم سعرها ثلاث أضعاف أسعار الدم الاعتيادية اللي تستخدم في دول عديدة لحد اليوم لكن هذه أكياس الدم لها فائدة كبيرة خصوصاً اللي يتلقون الدم بصورة مستمرة ومنهم طبعاً مرضى الثلاثيمية ومنهم المرضى اللي مصابين بأمراض لا سمح الله مثلاً أمراض السرطانية لأنه سحب كريات الدم البيضة تبعد عن المريض بعض التفاعلات الغير مرغوبة التي تحدث بسبب نقل الدم المستمر للمرضى بالإضافة طبعاً إلى هذا يعمل مركز دبي للتبرع بالدم إن شاء الله خلال فترة بين شهر إلى شهرين لإدخال تقنية حديثة جداً ليسحب وحدتين دم مركزة من متبرع واحد وهذه طبعاً التقنية لها فائدة كبيرة لمرضى الثلاثيمية لأنهم حيستخدمون وحدتين دم مركزة من متبرع واحد اللي يقلل من المضاعفات اللي تحدث عند مرضى الثلاثيمية بسبب تلقيهم وحدات دم من أشخاص مختلفين وهذه من أرقى التقنيات إن شاء الله خلال شهرين شهرين بتكون فعالة وموجودة في مركزنا بإذن الله جميل دكتور هل من خطورة في التبرع بالدم؟ أبداً التبرع بالدم ما في أي خطورة ممكن يصاحب التبرع بالدم مضاعفات جداً بسيطة ممكن يدوخ المتبرع بالدم مطول دقائق خص المتبرع للمرة الأولى وفي إجراءات معتمدة إنه ينزلون رأسة تحت ويرفع رأسة حتى يكون الدم يسري إلى الدماغ هو تزول الدوخة اللي ممكن تصاحب التبرع بالدم في مرات يصير كدمات في مكان إدخال الأبرى بالإيد لكنه طبعاً الطاقم الطبي معتمد ومدرب وعندنا طبعاً منشورات نعطيها للمتبرع بالدم بعد التبرع بالدم لتفادي هذه الأشياء شو يشرب مثلاً ما يروح المكانات المرتفعة يشرب كثير من السوائل يحط كمادات مثلاً دافية على إيده في حالة وجود أي مضاعف هل يمكن للسيدات تتبرع بالدم؟ هي طبعاً طبعاً في السيدات تتبرع بالدم لكن بصورة عامة في مختلف دول العالم السيدات يكونون نسبة قليلة من المتبرعين بالدم تتراوح بين 4 إلى 8% وذلك لأسباب الفيزيولوجية يعني إذا كانت حامل إذا كانت مرضى وزنها فهذه كلها أشياء تمنع المرأة من التبرع طيب شو هي الحالات اللي ممكن نمنع فيها التبرع بالدم؟ أو يمنع الشخص أن يتبرع في الدم؟ المتبرع بالدم لازم يكون بحالة صحية جيدة يكون ماكل زين ويكون نايم زين في بعض الأمراض مثلاً إذا يكون عنده أمراض قلب يكون عنده مثلاً أمراض دم وراثية يكون مثلاً عنده أمراض بالكلة أو أمراض مزمنة بالرئة اللي تمنع حالة الصحية أن تكون بصورة جيدة يوم والتبرع بالدم فهذه تمنع المتبرع بالدم من التبرع لكن مثلاً ارتفاع ضغط الدم مو هو مانع للتبرع بالدم فإذا كان ضغط طبيعي وقت التبرع بالدم يمكن يتبرع حيث يقوم كادر طبي بفحصة للتأكد دكتور أنا بس مجموعة أسألة لأن الوقت قصير عندنا فأخذ الإجابات بشكل مختصر متى يمكن أن يتبرع مرة أخرى بالدم؟ كل 58 يوم ممكن يتبرع المتبرع بالدم ماذا يجب أن أفعل قبل وبعد التبرع؟ قبل التبرع يجب أن يكون مرتاح ونايم زين المتبرع بالدم ويشرب سوائل وبعد التبرع بالدم طبعا لازم يكثر من السوائل ويمتنع عن التدخين لمدة لتقل عن الساعة طبعا ننصحها بعدم التدخين وما يذهب إلى مكانات مرتفعة بعد التبرع أهم النصائح للمتبرع بعد انتهاء من عملية التبرع؟ طبعا ننشكر المتبرع بالدم بعد التبرع بالدم وننصحها أنه يشرب كثير من السوائل والعصاير وطبعا يعاود لنا ويرجع لنا وراء شهرين طيب دكتورة الخطوات المتبعة للتأكد من سلامة الدم الذي ينقل للمريض في كثير من الفحوصات الإمارات بحمد الله وشكرا وطبعا بدعم القيادة احنا من الدول اللي تصرف كثير على تطبيق أذكى وأحدث التقنيات للكشف عن الفيروسات والأمراض اللي تنتقل عن طريق الدم وحمد الله الدم آمن وسليم بإذنه تعالى إذن التحاليل والاختبارات كلها موجودة دكتورة ذكرنا هل من بديل لنقل الدم التقليدي؟ لا لحد الآن لا يوجد بس في بعض الحالات يعني مثلا منصر حالات إصابة يتم نقل سوائل إلى حين ما يوصل المريض مثلا إلى المستشفى حتى يتم نقل الدم لكن لا يوجد بديل للدم البشري لحد الآن طيب دكتورة نحن تقريبا ما بقالنا شيء من وقت الحلقة أخاف أني أنا نسيت محور من المحاور فبترك لتش مدة دقيقة كلمة أبغين توجهينها والله أتوجه بالشكر والتقدير طبعا لكم وعلى هذا البرنامج لأنه من خلال هذه البرامج حقيقة يتم توعية وتثقيف الجمهور حول أهمية التبرع بالدم نحب نقول للجمهور أنه لا يوجد بديل للتبرع بالدم ونشجعهم أي شخص يكون عمره بين 18 إلى 65 سنة وبصحة جيدة التوجه إلى مراكز التبرع بالدم بالدولة للتبرع لأنه كثير من المرضى في حاجة إلى هذا الدم ولا يتم إنقاذ حياتهم إلا عن طريق الدم اللي يتبرعون به دكتورة في أرقام تواصل خاصة بالمركز إذا تحضرت الأرقام طيب أنا أنا ممكن ممكن اللي حاب يستفسر أو يتواصل مع المركز ممكن أن يتصل على رقم 800 342 800 DHA في ختام هذه الحلقة يعني في ختام هذا اللقاء أنا ما أملك إلا أني أنا أتوجه بالشكر الجزيل للدكتورة ميا سين رؤوف رئيس أو مدير مركز دبي للتبرع بالدم وأيضا مستشارة منظمة الصحة العالمية في سلامة نقل الدم شكرا جزيلا لك دكتورة شكرا لكم وأيضا مستمعينا برد أعيد وأكرر في أسئلة والله دكتورة يا تنا أنا ما انتبهت عليها على السريع بحاول أرد عليها على السريع أنا مصاب بالضغط والكرسرول هل يمكن أن نتبرع؟ نعم إحنا قلنا أنه اللي عنده ضغط مرتفع يروح للمركز وممكن أنه يقيس ضغطه هل يمكن لمريض السكري تسمحوله بالتبرع ولا لا؟ إذا ما ياخد إنسولين معتمد على الحبوب فقط ومنظما للسكر ممكن يتبرع بالدم طيب إذن مستمعينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة ونلقاكم إن شاء الله في القادم من الأيام قبل لا أختم أحب أني أوجه الدعوة مرة أخرى لكم مستمعينا اللي تنطبق عليه جميع المواصفات اللي ذكرناها للمتبرع بالدم ندعوكم للتوجه إلى مركز دبي للتبرع بالدم الموجود في حرم السشفى لطيفة للتبرع بالدم وهذه مثل ما ذكرنا أنه هي من أنبل الأمور اللي ممكن واحد يسويها في حياته فهذه دعوة مرة أخرى للتبرع بالدم ونحن يعني أنا للأسف ودي أروح لكن بعدني ما كملت الشهرين على آخر تبرع فعموما نلقاكم إن شاء الله مستمعينا في الغد في ختام هذه الحلقة توجه بشكر جزيلا لمخرجنا محمد الصفار وليفريق الأعداد بقسم الإعلام بإدارة التسويق والاتصال المؤسسي وهذه التحية مقدمة مني إليكم محدثكم محمود يوسف وفي الختام نقول لكم دائما دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي